السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم تخيل معي أنك في ليلة تحت سماء مليئة بالنجوم وتتأمل في هذا الكون الشاسع وتتساءل ما الذي يجعل هذه النجوم تتلأل بهذا الجمال كيف يمكن لشيء بعيد جدا أن يبعث هذا الضوء الباهر السر يكمن في ظاهرة مذهلة تسمى إشعاع الجسم الأسود في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين واجع العلماء لغزا معقدا كانت قوانين الفيزيال الكلاسيكية عاجزة عن تفسيره وهو كيف ينبعث الضوء من الأجسام الساخنة الأمر كان يبدو وكأن هناك لغزا خفيا وراء إشعاع النجوم التي تملأ الكون الكثير من العلماء حاولوا تفسير هذا الإشعاع ووضعوا الكثير من القوانين والنظريات ولكنها لم تكن مكتملة وفي خضم هذا الغموض ظهر عالم فيزيائي اسمه ماكس بلانك ليكشف سر هذا الإشعاع الغامض وكان الاكتشاف العالم بلانك بداية رحلة جديدة في عالم الفيزياء حيث كان إشعاع جسم الأسود هو المفتاح الذي فتح الباب لعلم ميكانيكا الكام بدعمكم وتفاعلكم نستمر في تقديم هذه الحلقات والتي نستعرض فيها أهم المحطات في الفيزياء وبعد أن قدمنا خمس حلقات حول معادلات ماكس والأهميتها والتي سوف تكون الركيزة الأساسية لكل ما يتعلق بتفاول الضوء مع المادة ومنها ننطلق إلى عالم الفيزياء الحديثة نبدأ بموضوع إشعاع جسم الأسود فأهلا بكم أعزائي المشاهدين في سلسلة تبسيط مفاهيم الفيزياء ويسعدني متابعتكم وسمع تعليقاتكم واستبصراتكم وأتمنى أن تصل هذه الحلقات لأكبر عدد ممكن من المشاهدين من خلال مشاهدة الحلقة كاملة والتفاعل معها بالتعليق والإعجاب والمشاركة وهيا بنا نبدأ رحلتنا سويا مع إشعاع الجسم الأسود عندما نتأمل في أحد صور تليسكوب هابل للنجوم في السماء نلاحظ أن بعضها باللون الأحمر وأخرى باللون الأبيض وأخرى باللون الأزرق وهذه الألوان هي التواهج الناتج عنها ومنها نستطيع أن نعرف درجة حرارة هذه النجوم فالنجوم الحمراء أقل حرارة من النجوم البيضاء وأعلاها حرارة هي النجوم الزرخاء لننتقل من الفضاء إلى المربخ ونقوم بتسخين قطعة معدنية على سبيل المثال وستلاحظ بعد فترة وجيزة قطعة المعدن بدأت بالتواهج باللون الأحمر الداكن ومع استمرار التسخين قد تصبح باللون البرتقالي وإن هذا التواهج هو نفسه الذي رصدته وكالة ناسا للنجوم في السماء وهذا التواهج دليل على أن هناك ضوء ينبعث من تلك الأجسام في الحقيقة كل الأجسام المحيطة بنا في هذا الكون تتوهج حتى أنا وأنت وكل ما يحيط بك في الغرفة من أجسام تتوهج وينطلق منها ضوء ربما لا تراه ولكنه موجود في منطقة غير مرئية من الطيف الكهرومانطيس إن هذا النوع من الضوء هو ما نطلق عليه اسم إشعاع الجسم الأسود وإن أجسامنا والأشياء من حولنا تعتبر الجسم أسود وهذا الضوء هو الذي وضع الفيزياء الكلاسيكية على المحك ولم تتمكن من تفسيره بالرغم من المحاولات العديدة قد يبدو الأمر محيرا كيف نسميه جسما أسود وفي نفس الوقت جسم متواهج وينبعث منه ضوء من أين أتت هذه التسمية وما هو مصدر هذا الإشعاع ومن أين يأتي عندما يسقط الضوء على أي جسم فإن هناك إمكانية لحدوث ثلاثة أشياء وهي إما أن ينعكس هذا الضوء عن سطح الجسم أو ينتص أو ينفذ وتتغير نسبة الإنعكاس والامتصاص والنفاذ حسب طبيعة المادة فقد ينعكس 50% ويتم امتصاص 50% أو يمكن أن ينعكس 10% ويتم امتصاص 70% وينفذ 20% فمثلا هذه التفاحة الحمراء عندما يسقط عليها ضوء الشمس الأبيض فإن التفاحة سوف تحكس جزء من ضوء الشمس الأبيض وهذا الجزء من الضوء المنعكس عن التفاحة يقع في طيف الضوء الأحمر ولهذا تبدو التفاحة حمراء اللون وتمتص باقي الألوان تمهل عزيز المشاهد لا أريدك أن تعتقد أن اللون الأحمر المنعكس عن التفاحة هو إشعاع الجسم الأسود الذي نتحدث عنه إنها مجرد ظاهرة انعكاس للضوء وهو موضوع مختلف تماما عن إشعاع الجسم الأسود ما أريدك أن تفكر به هنا هو الجزء من طيف أشعة الشمس الذي امتصته التفاحة وما هو تأثيره عليها صحيح ما فكرت به وهو أن درجة حرارة التفاحة سوف تزداد بسبب امتصاصها للضوء لأن هذا الضوء ما هو إلا طاقة وهذه الطاقة تجعل إلكترونات درات التفاحة تكتسب طاقة حركية أعلى وتجعلها تتذبذب بشدة أكبر ومع استمرار سقوط الضوء فإنه من المفترض أن يستمر ارتفاع درجة حرارة التفاحة حتى تتبخر ولكن هذا لا يحدث وهذا يفتح المجال لسؤال آخر لماذا هذا لا يحدث؟ وقبل أن نتطرق إلى الإجابة على هذا السؤال دعونا نحدد ما هو الجسم الأسود وذلك بافتراض مثلا أن التفاح امتصت جميع الأطوال الموجية لأشعة الشمس ولم تعكس أي شيء كيف ستبدو؟ صحيح سوف تبدو سوداء اللون لأنه لم ينعكس عنها أي ضوء أو إشعاع وكل ضوء الشمس تم امتصاصه وبالتالي نستطيع أن نقول أن الجسم الأسود هو ذلك الجسم الذي يمتص فقط ولا يعكس أي ضوء ولا يسمح أيضا للضوء الساقط عليه بالنفاذ ولهذا نقول عنه جسم أسود وهذا الجسم الأسود هو الجسم يمتص الضوء بنسبة 100% ولا ينعكس عنه أي شيء وهذا الجسم الأسود هو جسم افتراضي ويمكن اعتباره جسم أسود مثالي لأنه لا يوجد في الطبيعة فلا يمكن لأي جسم أن يمتص كل الإشعاع الساقط عليه بنسبة 100% دائما ما يكون هناك نسبة من الإشعاع تنعكس أو تنفك وحتى الجسم الأسود تماما لا يعتبر جسم أسود مثالي لأنك تستطيع أن ترى حوافه المهم هنا هو أنه كلما قلت نسبة الإنعكاس عن الجسم كلما اقتربنا من الجسم الأسود المثالي ولذلك نعتبر التفاحة وأجسامنا وكل الشيء هي أجسام سوداء ولكنها ليست مثالية لأنها تمتص الضوء بدرجات متفاود وكلما كانت نسبة الامتصاص أعلى كلما كان الجسم أقرب للجسم الأسود في الحلقة القادمة سوف نوضح كيف تمكن العلماء من تصميم جسم أسود مثالي لتجاربهم ومما سبق سوف نعتبر التفاحة جسم أسود لأنها امتصت جزء كبير من ضوء الشمس والآن لنجيب على السؤال الذي طرحناه قبل قليل وهو لماذا لا ترتفع درجة حرارة الجسم باستمرار مع سقوط الضوء عليه نعلم أن الضوء يحمل طاق ولذا فإن الضوء الذي تمتصه ذرات الجسم سوف يعمل على زيادة الطاقة الداخلية له وحيث أن الضرات مكونة من إلكترونات وبروتونات وهي جسيمات مشهونة فإنها سوف تتأثر وتبدأ بالتذبذب تحت تأثير المجال الكهربي للضوء الممتص وبالتالي فإنها تكتسب طاقة حركية إضافية وهذا يعني أن الطاقة التي يحملها الضوء تتحول إلى الجسيمات المشهونة في الجسم ولأن الإلكترونات أقل الكتلة من البروتونات فإن الإلكترونات هي من يمتص معظم هذه الطاقة وبالتالي تزداد طاقة حركة الإلكترونات وحركة الإلكترونات هذه يتولد عنها انبعاث مجال كهرومانطيسي مستحق بمعنى آخر أن إلكترونات ذرات الجسم سوف يصدر عنها ضوء ولهذا فإن درجة حرارة الجسم سوف تثبت عند درجة حرارة معينة ونقول أن الجسم أصبح في حالة اتزان حراري يكون هناك امتصاص مستمر لضوء الشمس وفي المقابل هناك ضوء في صور الطيف كهرومانطيسي ينبعث من الجسم وهذا الضوء المنبعث من الجسم نسميه إشعاع الجسم الأسود يكتسب أي جسم الطاقة الحرارية سواء من امتصاص الضوء أو من التسخين وأيضا يمكن أن يكتسب الحرارة من التفاعلات النووية مثل تلك التي تحدث في الشمس وتكون النتيجة في جميع الحالات واحدة وهي أن الإلكترونات تكتسب طاقة حركية مع ارتفاع درجة الحرارة وهذه الحركة للإلكترونات يجعلها مصدرا ينبعث من هضوء أي طيف كهرومانطيسي ويضع الجسم في حالة اتزان حراري مع الوسط الموجود به تعتمد خصائص الطيف الكهرومانطيسي المنبعثة من إشعاع الجسم الأسود على درجة حرارة الاتزان ولهذا نراها بألوان مختلفة كلما زادت درجة حرارة الجسم الأسود كلما كانت الطاقة الحركية للإلكترونات أعلى وكلما كانت تغير أكبر في المجال الكهربي وهذا يعطي ضوء أكثر شدة وأكثر طاقة وهناك علاقة تربط بين درجة حرارة سطح الجسم الأسود وشدة الضوء المنبعثة منها ويحدد قانون ستيفن بولتيزمان هذه العلاقة حيث توصل ستيفن وبولتيزمان إلى أن قدرة الإشعاع المنبعث من الجسم الأسود والتي نرمز لها بالرمز P تتناسب طردياً مع مساحة السطح ودرجة الحرارة مرفوعة للقوة 4 بمعنى إذا تضاعفت درجة حرارة الجسم ازدادت قدرة الإشعاع المنبعثة منها بـ 16 مر وثابت التناسب هنا يعرف باسم ثابت ستيفن وبولتيزمان والذي يأخذ القيمة الموضة تذكر هنا أن الجسم الأسود هو جسم افتراضي وليس حقيقي لأنه لا يوجد جسم يمتسك للأشعة بدون أن يعكس أو يسمح بالنفاذ ولو بجزء بسيط منها وحتى نتمكن من استخدام قانون ستيفن بولتيزمان على جميع الأجسام تم إدخال مصطلح الإنبعاثية أو المسيبتي باللغة الإنجليزية وهو ثابت يحدد مدى قرب الجسم من سلوك الجسم الأسود المثالي وعليه أصبح القانون على النحو المعضح بإضافة رمز الإنبعاثية فعندما تكون الإنبعاثية مساوية للواحد يكون الجسم هو جسم أسود أما إذا كانت الإنبعاثية مساوية للصفر فإن الجسم يكون جسم أبيض أي أنه لا يمتص أي ضوء وإن معظم الضوء ينعكس ويسمى الجسم بهذه الحالة جسم عاكس معظم الأشياء من حولنا من حيوانات ونبتات ونحن أيضا نعتبر أجسام قريبة جدا من الجسم الأسود حيث تمتلك إنبعاثية تصل إلى 97% وأجسامنا عند درجة حرارة 37 درجة مئوية ينبعث منها ضوء وهذا الضوء لا يرى لأنه يكون في منطقة طيف الأشعة تحت الحمراء وسنوضح في الحلقة القادمة لماذا يكون في منطقة طيف الأشعة تحت الحمراء المعادن بالمقابل تمتلك إنبعاثية منخفضة جدا تصل إلى 5% للألمنيوم مثلا و2% للفضة مثلا ولهذا يستخدم طلاء الألمنيوم في صناعة المرايا والطلاء بالفضة في صناعة المرايا العاكسة للمراصد الفلكية والأجسام الأكثر قربة من الجسم الأسود هي الأكثر توهجا مثل النجوم في السماء وهذا التوهج المنبعث من النجوم سمح للفلكيين من الحصول على معلومات مثل درجة الحرارة ومكونات النجم لأنه بتحليل ضوء المنبعث من أي جسم أسود يمكن الحصول على توزيع طيفي للأطوال الموجية المنبعثة منه درس العلماء هذا الطيف المنبعث من أي جسم عند درجات حرارة مختلفة وحصلوا على المنحنيات الموضحة في الشكل الظاهر أمامه هذا الشكل المميز لطيف إشعاع الجسم الأسود قد عرض الفيزيال الكلاسيكية لمعضلة كبيرة لم يتمكن عباقرة علماء القرن التاسع عشر من تفسيرها وكل المحاولات فسرت أجزاء معينة من هذا الطيف إلى أن نجحت محاولات العالم ماكسي بلانك والتي استغرقت أكثر من ستة سنوات للتوصل لمعادلة فسرت هذا الطيف وكانت هذه المعادلة هي بوابة علم ميكانيكا الكام كل هذا وأكثر سوف نوضحه في الحلقة القادمة من الجد الثاني لإشعاع الجسم الأسود إن كان هناك أي سؤال أو استفسار حول هذه الحلقة أرجو كتابته في التعليقات حتى نوضحه في سياق الحلقة القادمة أتمنى أن تكون هذه الحلقة لاقط إعجابكم ولا تنسى الإعجاب بالفيديو ومشاركته والانضمام للقناة ليصلك كل جديد وحتى نلتقي في الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته